وظائف ومنح دون تخطيط ولا دراسة تزيد الأزمة الاقتصادية بدلا من معالجتها هذا ما رآه مراقبون في قرارات محمد شيع السوداني الذي أطلق وعودا كبيرة بتوفير 300 ألف وظيفة حكومية في محاولة لتلميع صورته بإجراءات ظاهرها الإصلاح وباطنها الدمار الوظائف شاملت قطاع التربية والبلديات والصحة والنفط الداخلية والدفاع والإعمار والنقل والإسكان ووزارات وشركات مختلفة الخطوة لاقت اعتراضات واسعة من قبل خبراء اقتصاديين حذروا من ترهل وظيفي كبير في البلاد مع التذكير بأن أسعار النفط الحالية لن تستمر وسيواجه العراق مشكلة في تمويل مرتبات الموظفين والمتقاعدين والعاملين في القطاع العام وشبكة الحماية الاجتماعية والذين تجاوز عددهم عتبة التسعة ملايين نسمة بإجمال مرتبات شهرية تبلغ نحو ستة مليارات دولار وفي ظل غياب التوازن بين كمية الوظائف وحجم النفقات ستتفاقم بعد أشهر أزمة التضخم وتنعكس سلبا على شريحة كبيرة من المواطنين الذين لن يستطيعوا تأمين لقمة عيشهم مع ارتفاع الأسعار وتأتي عدو التوظيف التي أطلقها السوداني في ظل غياب أهم شرط من شروط تطبيقها ألا وهو إقرار الموازنة التي ما زالت ضحية المناكفات السياسية وأزمة توزيعها بين المحافظات كذلك المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل بشأن حصة الأخيرة في الموازنة محاولات إخفاء الفساد الحكومية الذي نخر جسد الدولة بهلول ترقيعية لن تصمد طويلا وستكون لها ارتدادات سلبية على العملة والاقتصاد بحيث لا يمكن تجاوزها إلا بعد إعادة بناء الاقتصاد العراقي على أرضية سياسية سليمة وبأياد وطنية تقدم مصلحة المواطنين على المطامع الشخصية